كنا المرة اللي فاتت بنحتفل يا فارس وبننا على مصر مازال موجود على مصر لان مش مباراة هي اللي هتخلينا ننحي على مصر جانبا فخورين بكم انتوا لعبتوا بتشيرتوا منتخب مصر مثلتوا منتخب مصر خير تمثيل دائما وابدا احنا بنشوف معدن الرجال النتيجة دي كلها بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لو كان ربنا رايد نرضى ان جماهير القرى المصرية تفرح كنا بالتأكيد ممكن نحق الفوز برقلات الترجيح اللي احنا متمرسين فيها احنا بنقصر رقلات الترجيح من اول مرة من 1984 بنقصر رقلات الترجيح في النهائي لأول مرة بعد ما فوزنا بيها مرتين الغريب ان منتخب السنغال بعد ما يخسر برقلات الترجيح مرتين بيحقق في اوبام افريقيا الفوز برقلات الترجيح اول بطولة تكون في تاريخ منتخب السنغال بعد خسارة نهائيين اكيد ارقام سلبية كتير جدا حتى السيناريوات اللي احنا كنا عايشين عليها وبنرسمها لسيناريو 98 او اي سيناريو كان حاصل 72 كان النهاردة في حالة عدم توفيق فرقلات الترجيح لكن كل اللي عايبة عملت اللي عليها وهو ده المهم المهم انك تلعب راجل مش مهم توصل لايه او تحق ايه قد ما تقدم نفسك وتبذل كل جهد لديك عشان تصل لهدفك يمكن عشان نكون امناء منتخب مصر قابل ظروف صعبة كتير مش هو المنتخب الاقوى في القرى وده لازم نكون واضحين مع انفسنا ولكن كنا بنشتغل بالروح وبالعزيمة وبالضغط وبنقدر نشتغل في حدود امكانياتنا اننا نصل لرقلات الترجيح ما كانش لنا مع منتخبات قوية غير القصة دي غير الوصول ده لما تلعب كل العاد المبريات ده 16-8 دور قابل نهائي نهائي وكمان تلعب 3 مبريات في دور المجموعة تسجل 4 اهداف نسبة قليلة جدا لكن كان عندك حاجة قادر تبنى عليها وهي دي اللي ممكن تستغلها امام السنغال في المواجهة اللي خلاص اصبحت مواجهة رد اعتبار مواجهة انك تحقق بطاقة التأهل ان شاء الله الكأس عام الأندية امام نفس المنتخب وهي فكرة حراسة المرمة وخط الدفاع والقوة الدفاعية المنظومة الدفاعية لمنتخب مصر عظيمة جدا يمكن لأول مرة منتخب مصر يحافظ على نظافة شباكه خمس مباريات في كأس سوم أفراقيا في بطولة واحدة ونخسر اللقب عملناها مرة قبل كده حافظنا على نظافة شباكنا 1998 ولكن قدرنا وقتها نحسم اللقب يمكن الحظ ما كانش معانا النهاردة لكن مهم جدا بالاجتهاد ان شاء الله التوفيق يكون معانا في مواجهة منتخب السنغال لان دي مواجهة بقت مهمة ومهمة جدا ان شاء الله نحاق الصعود للمنديال